بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة العشرة في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اليوم بمشيئة الله راح نكمل اللي هي في الوحدة الثالثة من مادة تفسير اثنين اللهم صلى الله عليه وسلم محمد سبقا أخذنا اللي هي الوحدة الأولى والوحدة الثانية سنتناول اليوم بعضا من جروس الوحدة الثالثة تتطمن هذه الوحدة اللي هي التعريف بصورة البقرة والدرس الثاني إلى الدرس السابع هي تفسير صورة البقرة من آية واحد إلى آية مية وسبعة وخمسين طبعا ليست جميع الصور مثلا هنا عندنا مية وثلاثة وعشرين ثم انتقل إلى تفسير الآية مية وثلاثة وخمسين إلى آية مية وسبعة وخمسين وليست جميع الآيات تفسر لأن بعضها مفهوم أو يفهم حتى بالقراءة اللهم صلى محمد طيب رح نأخذ بإذن الله اليوم عندنا رح نأخذ بإذن الله من الدرس الأول إلى الدرس الثالث بمشيئة الله طبعا هذا النسخة القديمة المعروض أمامكم لكن في النسخة الجديدة عندنا ست دروس طيب نبدأ على البركة الله عندنا أهداف الوحدة يتوقع من الطالبة بعد دراسة الوحدة أن تتعرف على صورة البقرة تفرق بين الصفات الكافرين والصفات المنافقين تعدد صفات المؤمنين تستنتج أسباب حسد أهل الكتاب للمؤمنين إلى غيرها من هذه الأهداف نتقل للدرس الأول وهو التعريف بصورة البقرة اسمها سميت صورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها هذا بالنسبة إلى اسمها طيب ثانيا نزولها وعدد آيات ونزلت صورة البقرة في المدينة بتعتبر أيضا صورة صورة ماذا؟ صورة مدنية وعدد آياتها 286 وثمانون آية هذا بالنسبة إلى نزولها أنها نزلت في المدينة وعدد آياتها 286 آية طيب نأتي الآن إلى فضلها أو فضلها ألف أنها حرز من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة رواه مسلم اثنان أنها بركة وحرز من السحرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة ثلاثا أنها تحاج عن صاحبها يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون في الدنيا تقدمهم أو تقدمهم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما طلتان سوداوان أو كأنهما فرقان من طيل صواف تحاجان عن صاحبهم أيضا أن فيه أعظم آية من كتاب الله عز وجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه أي آية معك من كتاب الله أعظم قال آية الكرسي قال ليهنك العلم أبا المندر رواه مسلم والمعنى أن أي ليكن العلم هنيئا لك وهذا دعاء بتسير العلم ورسوخه فيه طيب أنها أيضا قراءة أنا عفوا أنا قراءة آخر آيتين منها كل ليلة تكفي المسلم من الشرور اللي هي اللهم صلى على محمد اللي هي بدايتها أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى غيرها إلى آخر الآية عفوا طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاح رواه البخاري ومسلم طيب نأتي الآن لأبرز موضوعات السورة سورة البقرة أولا أنها بناء المجتمع الإسلامي وحمايته من الأعداء بيان صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين وجوب عبادة الله وحده هو البراء من عبادة غيره وجع الأنداد لله أي وجع الأنداد لله الحوار معه الكتاب بدء الخلق وقصة آدم مع إبليس أخبار بني إسرائيل مع أنبيائهم قصة إبراهيم ويعقوب عليهم السلام أحكام الصيام والحج والجهاد والطلاق فضل الإنفاق في سبيل الله وبيان أحكامه التحذير من الربا وبيان عاقبة أهله هذا بالنسبة إلى أبرز موضوعات سورة البقرة طيب ننتقل الآن إلى الدرس الثاني وهو تفسير سورة البقرة من الآية واحد إلى آية سبعة طيب نأتي عندنا بداية عندنا تمهيد يصف الله تعالى كتابه الكريم بأنه حق فيه الهداية والإرشاد إلى كل خير لمن اتصفوا بالتقوى فجعل بينه وبين عذاب الله وغاية ثم يذكر سبحانه أوصافا للمتقين والكافرين ويخبر الله تعالى بأن المتقين هم الذين أهداهم الله إلى الخير وأرشدهم إلى طريق الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة وأن الكافرين لا يستفيدون من التحذير والإنذار فإنهم مصرون على الكفر والجهود وقد طبع الله على قلوبهم بسبب ذلك فلا ينفذ الإيمان إليها ولذلك فإن مصيرهم عذاب النار قال تعالى الإفلام ميم ذلك الكتاب العربي فيه هدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومن ما رزقناه من فقن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدن من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ومن تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصالهم غشاوة ولهم عذاب عظيم طبعا موضوع الآيات فيها وصف الله لجزاء المؤمنين وأيضا عذاب الذين كفروا طيب اختار الطالب أو الطالبة موضوعا مناسبا للآيات برأيكم ما العنوان المناسب لهذه الآيات ممكن نضع له بناء على بداية الآيات اللي هي وصف الله تعالى كتابه الكريم بأنه حق وهداية والإرشاد إلى كل الخير طيب نأتي الآن إلى معاني الكلمات وبالآخرة يوم يقنون أي يجزمون بمجيء اليوم الآخر وما بعده بالحساب والجنة والنار سواء عليهم يستو إنذارك لهم وعدموا إذ لا فائدت منه لهم لكفرهم ختم الله على قلوبهم معناتها إخبار من الله عن تكبرهم وعراضهم عن استماع لما دعوا إليهم للحق غشاوة أي ستر وغطاء طيب نأتي الآن إلى الفوائد والأحكام القرآن معجز في ألفاظه ومعانيه تحدى الله الإنس والجن بأن يأتي بمثله والأحرف والمقطعة في أوائل الصور هي من إعجاز القرآن طبعا معناها غير معلوم مع الجزم بأن الله أنزلها لحكمه اثنين القرآن حق لا شك فيه وهو كلام الله الذي أوحي به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق النبي جبريل عفوا الملك جبريل ثلاثة ينتفع أهل التقوى بالقرآن فيدلهم إلى الخير ورشدهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة أربعة الإمام بالغيب من أعظم صفات المتقين خمسة إقامة صلاة في أوقاتها بخشوعها وأركانها وواجباتها من علامات التقوى ستة فضل إنفاق المال في سبيل الله وأن ذلك من صفات أهل التقوى سبع عظم جزاء المتقين وعلومة زيادتهم عند الله خطورة الإصرار على الجهود والإعراض عن آيات الله فإنه سبب لعدم الانتفاع بالإنذار تسعة هذه الأمة تختص بأنها تؤمي القرآن تفصيلاً وبجميع الكتوب السماوية إجمالاً عشرة من ختم الله على قلبه قلبه بسبب كفره ووجههتي فإنه لا يستفيد من منافذ التلقى البشرية وهي السمع والبصر والفؤاد إحدى عشر اللي هي الفلاح لا يكون إلا بالإيمان بالله والعمل الصالح طب ننتقل إلى التقويم في هذا الدرس الثاني عندنا السؤال الأول هل صفات المؤمنين محصورة بما ورد في آيات الدرس بين ذلك طبع صفات المؤمنين كثيرة وليست محصورة في هذه الآيات في مقدمة صورة البقرة فهناك من الصفات التي لم تذكر في الآيات مثلاً أنهم يؤمنون بيوم القيامة يؤمنون بيوم الآخر وبالبعث إلى غيرهم طيب ما المراد بالمؤمنين في قوله تعالى؟ هذا السؤال الثاني ما المراد بالمؤمنين في قوله تعالى؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرغون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم طيب سؤال ثلاثة أذكر الأمور الغيبية الخمسة التي لا يعلمها إلا الله والواردة في الآية 34 من صورة لقمان طبعاً الغيوب ثلاثة ثلاثة أنواع أول وهو ما لا يعلمه إلا الله مثل ساعة الموت النوع الثاني من الغيب هو ما يطلع الله عليه الأنبياء في سبيل تأكيد رسالتهم ما يطلع الله عليه الأنبياء النوع الثالث من الغيب هو ما يضل مجهول للناس لفترة مثل معرفة نوع الجنين والتنبؤ بالأصاد الجوية طيب بس طبعاً هذه ليست إجابة دي هذا السؤال الأمور الغيبية الخمسة التي لا يعلمها إلا الله هي في سورة لقمان الله مصالح للمحمد طيب تجدونها في سورة لقمان آية 34 وآة 30 طيب ننتقل الآن إلى الدرس الثالث وهو تفسير سورة البقرة من الآية 8 إلى آية 16 طبعاً عندنا نشاط بين مناسبة هذه الآيات لما قبلها عندنا الآيات من الثمانية إلى تسعة أي 16 أفوال طيب يقول الله تعالى نقرأها ثم نبي مناسبة هذه الآيات لما قبلها يقول الله تعالى ومن الناس من يقولوا أمنا بالله وفي اليوم بالآخر وما هم بالمؤمنين خادعون الله الذين آمنوا وما يختعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضهم فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم نفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنهم أمنوا كما آمن السفاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا أعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون اللهم يستهزئوا بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين طبعا مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله يوضح الفرق بين الذين آمنوا بله حق إيمان والذين يؤمنوا ببعض الكتاب والبعض الآخر لذلك وضح الله صفاتهم في هذه الآيات طبعا موضوع الآيات إن الله قلنا يوضح الله وصف الذين لا يؤمنون به ولا برسوله طب الموضوع اللهم صلح المد طب لو اختارنا أو اختارت الطالبة اللي هي موضوع مناسب للآيات نقول ممكن أن نخترح عفوة نقترح اللي هي عنوان آخر ومن الناس من يقول أمننا بالله وديهم الآخر وما هم بمؤمنين بمؤمنين ممكن نقول اللي هي أن الذين يؤمنون بالله حق الإيمان هم المؤمنين وحقا أو ممكن نصيغ بطريقة أخرى أو عنوان آخر نقول أن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ليسوا بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وطبعا ما يخادعون إلا أنفسهم طب معاني الكلمات السفهاء مقصود فيهم الجاهلون قليلوا العقل ضعيفوا الرأي خلوا إلى شياطينهم معناتها انفردوا برؤوسهم أو رؤساهم عفوا في الشر والكفر والفساد إنا معكم أي إنا معكم على دينكم وراءكم على من خالفكم فيه أما أن كلمة طغيانهم إصرارهم على النفاق يعمهون معناتها يترددون ويتحيرون طيب نأتي الآن إلى فوائد وأحكام هذه الآيات أو شيء تحذر من النفاق والمنافقين وبيان أن الكذب والخداع والمراوغة من صفاتهم وأنه لا يضر إلا أنفسهم المنافقين هم مفسدون في الأرض حقا لمخالفتهم أوامر الله والتباس أمرهم على كثير من الناس ولكن المنافقين لا يدركوا أنهم مفسدون في الأرض لأن الفساد متمكن في قلوبهم حتى أنهم يرون المعروف والمنكر والمنكر معروف كما قال الله تعالى المنفقون والمنفقات عفوا أستاذ الله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ثلاثة إن الإصلاح في الأرض لا يكون إلا بالعمل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إننا نضيع عجر المصلحين أربع ازدراء المنافقين للمؤمنين ووصفهم لهم بقلة العقل بسبب إيمانهم بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وذلك دليل على خبث من ضوط عليه أنفس المنافقين من الكفور والتكتيب بالله والرسول صلى الله عليه وسلم خمسة خطورة مولاة الأعداء المحاربين للمؤمنين وتثيرهم عن المنافقين ومن في قلبه مرض للكيد الإسلام والمسلمين ستة تحذير مخطورة ملاقات الناس بوجهين لما فيه من مشابه للمنافقين سبعة عظم الخسارة التي تلحق المنافقين لأنهم يدفعون ثمنا غاليا هو الهداية والإمام في السلعة ضارة الحقيرة للضلالة والكفر طبعا جزان على إظهارهم الإيمان وإبطانهم للكفر طب ننتقل للتقويم السؤال الأول دوني الصفة ثابتة لله تعالى التي جاءت في الآيات على سبيل المقابلة الصفة الثابتة لله في هذه الآيات هي لوحدانية وأنه يعرف ما ينويه الكفار وما يكنون من فاق وعدم إيمان سؤال الثنين ما مراد المنافقين بسفها وبما رد الله عليهم ما مراد المنافقين بسفها وبما رد الله عليهم طبعا سفا ما مراد المنافقين بسفها اللي هم يقصدون فيها اللي من اتبع النبي وبما رد الله عليهم أنهم صفاء وليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طيب سؤال الثلاثة هل يختص الفساد بالمنافقين دون غيرهم نعم الفساد يختص بالمنافقين فهم لا يأمنون بمؤتها الله ورسوله ويكفرون به وبوحدة نيته طيب الفساد يخص طبعا المنافقين والكفار أيضا طيب سؤال أربع علي لنزول صفات المنافقين في الصور المدنية فقط لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرحا وهو في الباطن مؤمن طيب نتوقف هنا إلى الدرس الثالث كون كذا أخذنا ثلاثة دروس أو ثلاثة دروس من الوحدة الثالثة نتوقف إلى هنا شكرا لكم حسن استماعكم استودعتكم